بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طالبات وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي حلقة خاصة هي حلقة مميزة هي حلقة تمهيدية لأبواب المنهج المختلفة اللي حنتناولها بالدراسة بإذن الله على مدار العام الدراسي إن شاء الله القادم احنا بنديكم في حلقة النهاردة تمهيد وتعريف بأبواب المنهج المختلفة وإزاي تتعامل مع مادة الأفات الزراعية اللي هي مقررة على جميع تخصصات طلبة التعليم الزراعي المادة عندنا بتبقى عبارة عن ثلاث حصص دراسية أسبوعيا بتبقى مخصصة حصتين للعمل وحصة للنظري احنا مطالبين إن احنا نعمل شرح نظري وأيضا نتدرب تدريبات عملية لإكتساب المهارة المختلفة للتعامل مع الأفات الزراعية وكيفية الحد من انتشارها وأيضا كيفية علاج أو مكافحة الأفات الزراعية وبنديكم أيضا في حلقة اليوم ايه هو الهدف العام من أو الحافز اللي بيخليني أدرس مادة الأفات الزراعية تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة النهاردة وبنتناول فيها الأهداف العامة لدراسة مادة الأفات الزراعية أول هدف عندي من دراسة الأفات الزراعية اكساب الطلاب الخبرة والمعرفة التي تمكنهم من التعرف على مظاهر الإصابة بالأفات الزراعية حتى يتمكنهم من تحديد نوع الأفة وتعداد أو تقدير نسبة الإصابة الهدف الثاني تعريف الطلاب بالوسائل المختلفة والمتبعة في مكافحة الأفات الزراعية الهدف الثالث تعريف الطلاب بالأسس العلمية التي ترى عند وضع برامج المكافحة لغرض الحد من تلوث البيئة والمحافظة وعلى صحة الإنسان وأيضا على ممتلكاته الهدف الرابع التعرف على الأفات الحشرية من ناحية وضعها التقسيمي وهنعرف بعد شوية يعني وضعها التقسيمي والعوائل النباتية التي تهاجمها وتاريخ حياتها يعني دورة الحياة والأضرار التي تسببها هذه الآفات وأيضا الوسائل التقليدية وغير التقليدية في برنامج المكافحة من الأهداف أيضا العامة لدراسة مادة الآفات الزراعية التعرف على الآفات الحشرية التي ظهرت حديثا أو مؤخرا والتي لم تكن تشكل خطرا في الماضي نظرا لزيادة تعدادها في البيئة المصرية الهدف السادس التعرف على مجميع المبيدات المستخدمة والأثار المتبقية داخل النباتات والتي قد تضر بالإنسان وممتلكاته وأنسب معدلات الاستخدام لهذه المبيدات الهدف السابع التعرف على طرق المكافحة الحديثة والتي تحافظ على البيئة مثل المكافحة الحيوية وأيضا المكافحة الميكروبية أو استخدام المستخلصات النباتية الهدف الثامن التعرف على أهم الآفات التي تصيب المحاصيل الاقتصادية وأيضا طرق مكافحتها الهدف التاسع التعرف على أهم الآفات الضارة بالإنسان وأيضا بالحيوان هنبدأ نتطرق أعزائي الطلبة والطالبات للوحدات الرئيسية لأبواب المنهج أنا عندي منهج الآفات الزراعية مقسم على سلاس وحدات الوحدة الأولى اللي هي الإصابة بالآفات الحشرية والحيوانية هاخد في الباب الأول اللي هو مظاهر الإصابة والضرر بالآفات الزراعية طبعا أول حاجة عندي اللي هي طرق التعرف على مظاهر الإصابة بالحشرات المختلفة والآفات الحيوانية الأخرى أنا حابب بس في البداية أديكم فكرة يعني إيه آفة الآفة مقصود بها أي كائن حي بيضر بالإنسان وممتلكاته يعني أي كائن حي بيسبب ضرر للإنسان وممتلكات الإنسان فهو بالنسبة لي يعتبر آفة وعلشان الآفات دي متنوعة ومختلفة ومنتشرة بعداد مهولة فتم تقسمها إلى سلاس أقسام رئيسية القسم الأول بقول عليه آفات نباتية يعني تتبع المملكة النباتية زي الفطريات زي الحشائش المختلفة بأنواعها زي النباتات الزهرية المتطفلة أي أن كان نوع الآفة اللي بتتبع المملكة النباتية النوع الثاني اللي هي الآفات الحشرية والنوع الثالث الآفات الحيوانية طيب إيه الفرق بين الآفة الحشرية والآفة الحيوانية همما الاثنين بيتبعوا المملكة الحيوانية وعلشان الآفات الحشرية لها صفات عامة بتختص بيها دون أفراد المملكة الحيوانية فبحطتها في قسم الوحديها وقلت عليها آفة حشرية إيه هي الصفات العامة؟ إنه جسم الحشرة بيكون مقاون من سلاس مناطق رئيسية اللي هي الرأس والصدر والبطن والرأس بتحمل أنواع مختلفة من الزواج اللي هي زوج من كورون الاستشعار وأجزاء الفم وزوج من الأعين المراكبة وعدد من الأعين البسيطة منطقة الصدر بتكون مقسمة لثلاث حلقات اللي هي الحلقة الصدرية الأولى والتانية والحلقة الصدرية التالتة الحلقة الصدرية الأولى بتحمل زوج من الأرجل المفصلية الحلقة الصدرية التانية بتحمل زوج الثاني من الأرجل المفصلية والحلقة الصدرية الثالثة بتحمل الزوج الثالث من الأرجل المفصلية يبقى أنا عندي ثلاث أزواج من الأرجل وهذا يعطي الحشرات صفة رئيسية مختلفة عن بقية أفراد المملكة الحيوانية وأيضا الحلقة الصدرية الثانية والثالثة بتحمل زواد أخرى اللي هي الزوج الأول من الأجنحة والزوج الثاني من الأجنحة والبطن في الغالب يكون مكون من 11 حلقة بتحمل أعضاء التناسل والقرون الشرقية طيب الأفات الحشرية الحيوانية زي عندي زي النماتودة زي الأكروسات زي الفقران اللي احنا بنوع عليها القوارض زي الطيور كل دي بتبقى أفات حيوانية طيب الأفات الحشرية علشان أعدادها مهولة تقدر بأكثر من 3000 نوع حشري فأسموها لثلاث أقسام رئيسية على حسب عدد العوال اللي بتصبها في آفة بتبقى آفة حشرية وحيدة العائل والمثال اللي عندنا باقي القصة بالدقيق آفة محدودة العوال ده زي الساقيبات وده ديدان اللوس والنوع الثالث والأخير اللي هي آفة متعددة العوال زي الجرات زي ديدان ورق الكطن زي الحفار أين كان نوع الآفة اللي عندي ببدأ أتطرق لي دراسة مظاهر الإصابة بالأفات الحشرية المختلفة والحيوانية باخد أول حاجة عندي في المنهج اللي هي الحشرات اللي بتتغذى بقرض العائل هاخد منها دودة ورق الكطن وديدان اللوس والحفار وآفات الحبوب والمواد المخزونة بعد كده بدرس الأفات اللي بتتغذى بانتصاص عصارة النبات باخد منها الحشرات القشرية والمن والزبابة البيضاء والتربس والحشرات ذات الطابع الخاص هاخد منها صناعات الأنفاق في الأوراق اللي هي زبابة البنجر ونخرات أوراق الفول وصناعات الأنفاق في الأخشاب حدرس منها النمل الأبيض وبعد كده ببدأ أدرس الآفات الحيوانية باخد منها الأكروسات وأيضا النيمات بعد مدرسة المظاهر بدرس الأضرار الناشئة عن الإصابة بالآفات الحشرية والحيوانية يعني بقول الضرر وبعد كده بذكر اسم الآفة لعندي آفات بتتغذى بقرض الأوراق النباتية والأجزاء الخضراء في النبات زي دودة ورق الكطن آفات بتضع بضها داخل أنسجة النبات زي التربس وزبابة الفاكهة آفات بتتغذى أو بتصنع عنفاق في الأوراق زي نخرات الأوراق في الفول وأيضا النمل الأبيض كل دي بتبقى أضرار بتسببها الآفات للنبات في أيضا أضرار بتسببها الآفات للإنسان وأيضا للحيوان بدرسها بالتفصيل بعد كده ببدأ أدرس أغراض حصر الآفات كلمة حصر آفات يعني بدرس العدد وبدرس النوع يعني بدرس الآفات دي تعدادها موجودة عندي هل يترى هي أنا بحصرها علشان أعرف نوع الآفة علشان أعرف الظروف الملامة لانتشار الآفة أحط برنامج مكافحة مناسب للآفة المعاد المناسب لمكافحة الآفة أيضا بدرسها لأغراض الحرب البيولوجية طرق حصر الآفات عندي طرقتين عندي طرق حصر آفات بتبقى فوق سطح التربة بقسمها لطرقتين طرق عامة زي استخدام المصادر المختلفة وطرق خاصة زي استخدام شبكة الطل أو أخذ عينة وفحصها في الحقل أو فحصها في المعمل والطرق الأسفل سطح التربة بأخذ عينة من التربة المصابة بس لازم يكون على عمق أكثر من ثلاثة بوصة وبعد كده أبدأ أفحص التربة وحدد نسبة الآفات الموجودة في التربة بدرس أيضا أهمية حصر الآفات ليه أنا بعمل عملية الحصر وأيضا بدرس كيفية تقدير نسبة الإصابة وتعداد الآفات ليه بدرس كيفية تقدير نسبة الإصابة وتعداد الآفات لأننا عندي كل آفة بيبقى لها حد اقتصادي حرج للإصابة والمقصود بالحد الاقتصادي الحرج للإصابة الكسافة العددية للآفة اللي عندها بيتم التدخل في استخدام طرق المكافحة التطبيقية كل آفة بيبقى لها حد معين لما بتوصلوا الآفة لهذا التعداد لابد من التدخل بإجراء عملية المكافحة لأنه زيادة عن هذا التعداد بيؤدي إلى حدوث ضرر اقتصادي للمحصول بعد كده بدرس في الباب الثاني في الوحدة الأولى اللي هي الطرق المختلفة لمكافحة الآفات بدرس أول حاجة اللي هي المكافحة الطبعية خلي بالكواب أعزائي الطلب والطلبات المكافحة الطبعية مقصود بيها حاجات طبعية الإنسان ما هوش هو اللي بيعملها يبقى لما أجع عرفها هي كل الطرق والوسائل التي تستخدم في مكافحة الآفات وتقليل ضرارها دون تدخل الإنسان يعني أشياء طبيعية ربنا هو اللي عملها وكان في نظرية بنسميها نظرية التوازن الطبيعي ولازم تعرفها كويس جدا وحناخدها بالتبصيل إن شاء الله في بداية الحلقات إنه الآفات وأعداءها الحيوية بتوجد في الطبيعة في حالة توازن عددي هل يترى في توازن عددي بين الآفات وأعداءها الحيوية في الوقت الروهن؟ لا طبعا حصل خلل في نظرية التوازن الطبيعي نظرا لنتدخل الإنسان أو تقدم وسائل المواصلات أو الاستعمال المفرط للمبيدات الكيموية مما أدى إلى تقليل أو القضاء على الأعداء الحيوية الموجودة في البيئة اللي كانت بتكافح الآفات الضرارة طيب باخد بعد كده عناصر المكافحة الطبعية المكافحة الطبعية لها عنصرين في عوامل بقول عليها عوامل غير حية أو غير حيوية والنوع الثاني عوامل حيوية النوع الأول اللي هو العوامل الغير حية بتنقسم لأربع أقساب اللي احرم بنقول عليها على أول حاجة العوامل الجوية بتشمع بقى درجة الحرارة والأمطار والرياح والضغط الجوي كل دي بقول عليها عوامل جوية عوامل ايه جوية النوع الثاني اللي هي عوامل طوبغرافية يعني ايه عوامل طوبغرافية أو عوامل جغرافية اللي هي الهضاب والجبال والمسطحات المائية والبحار والمحيطات كل دي بتفصل بين الآفة اللي بتصيب مكان معين والمكان السليم يعني بتمنع انتقال الآفة من مكان مصاب لمكان ايه سليم النوع الثالث اللي هو عوامل التربة والنوع الرابع اللي هو عوامل الغزاء العناصر الحيوية أو الحية بتشمل المتطفلات وحنعرف يعنيه تطفل وأمثلة للمتطفلات وأيضاً الافتراس وأيضاً مسببات الأمراض المختلفة وحادرس مسببات الفطرية والبكترية والفيروسية اللي بتؤدي إلى تقليل نسبة الإصابة بالعفاة المختلفة بعد كده ببدأ أدرس في الباب الوحدة الثانية اللي هي المكافحة التطبيقية للآفات هاخد في الباب الأول اللي هي الطرق المختلفة لمكافحة الآفات اللي هي أول حاجة عندنا المكافحة التشرعية خلي بالكوا عزيزي الطلب والطلبات المكافحة التطبيقية عكس المكافحة الطابعية احنا قولنا المكافحة الطبيعية كل الطرق والوسائل اللي بتستخدم فيه مكافحة الأفات دون تدخل الإنسان هنا بشيل كلمة دون تدخل الإنسان وبحط كلمة بواسطة الإنسان يعني أنا اللي بقوم بإجراءها يبقى الإنسان هو القائم بإجراء عملية المكافحة الليه التطبيقية أول نوع عندنا من طرق المكافحة التطبيقية اللي هي المكافحة التشريعية زي ما قلتلكم في الحلقات السابقة في أمراض النبات المكافحة التشريعية هي نفس التعريف هنا في الأفات الزراعية باختلاف طفيف إن هي كل القوانين والتشريعات اللي بتسنها الدولة أو بتصدرها الدولة بهدف القضاء على الأفات أو تقليل ضرر عندي مجموعة من القوانين هندرسهم مع بعض بالتفصيل من ضمنها أيضا قوانين الحجر الزراعي هذه القوانين وتلك اللواح من يطبقها يبقى الأفات اللي بتبقى موجودة عنده في الحقل بتكون بنسبة بسيطة ومن يخالفها يعرض نفسه للعقوبة سواء كانت عقوبة مادية أو عقوبة بالحبس أو السجن تاني طريقة من طرق المكافحة اللي هي المكافحة الزراعية وخلي بالكم مكافحة زراعية مقصود بيها كل الطرق والوسائل اللي بتستخدم أو بيستخدمها المزارع بهدف زراعة أرضه إذا تم إجراءها بصورة سليمة وفي المعاد المناسب يؤدي ذلك إلى القضاء على الأفات أو تقليل ضررها من ضمنها بقى وسائل كثيرة جدا معاد الزراعة المناسب دورة زراعية إجراء عملات الخدمة بصورة سليمة لها الحرس والعزيق والتزحيف وأيضا الرأي والتسميد وفصل العوالي المتكملة وإبادة الحشاش أو إزالة الحشاش كل دي بتبقى اسمها طرق المكافحة والتخلص من مخلفات المحصول كل دي بتبقى طرق زراعية الهدف منها القضاء على الآفات دون استخدام المبيد الكيموي لأننا لما بستخدم المبيد الكيموي ده بتبقى خلاص أنا استنفزت كل طرق المكافحة المختلفة وده برنامج المكافحة المتكاملة اللي هندرسها بعد كده بالتفصيل اللي هو الاستخدام متوازن لجميع طرق المكافحة المختلفة والاعتماد بشكل طفيف أو شكل بسيط على المبيد بهدف تقليل الجرعة من استخدام المبيد نظرا لما تحدثه أو تسببه المبيدات الكيموية من أثار سلبية سواء على صحة الإنسان أو على النبات نفسه أو على صحة الحيوان أو على النظام البيئي بأكمله بعد كده الطريقة الثالثة من طرق المكافحة اللي هي المكافحة الميكانيكية للآفات الحشرية أو الحيوانية مكافحة الميكانيكية مقصود بها أن أنا بستخدم آلة أو بستخدم وسيلة في مكافحة الآفة ولكن بتجرى بعد حدوث الإصابة وليس قبل حدوث الإصابة من ضمنها الجامع باليد استخدام درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة الجامع بالمصائد استخدام الحواجز والموانع الحرق والتسخين كل دي بتبقى وسائل من وسائل المكافحة الميكانيكية وأنا زي ما قلت لكم بتجرى بعد حدوث الإصابة وليس قبل حدوث الإصابة بعد كده بندأ ناخد فيه الباب الثاني اللي هي المكافحة الحيوية المكافحة الحيوية مقصود بها استخدام كائنات حية أو مسببات مرضية في القضاء على الآفات الحشرية أو الآفات الحيوانية طيب وسائل أو عناصر المكافحة الحيوية فيه عندي خلي بالكو بقى فيه عندي مكافحة حيوية طبيعية دي دون تدخل الإنسان وفيه مكافحة حيوية تطبيقية طيب حدا هيقول يا دكتور هو إحنا هنخلق مفترسات أو متطفلات أو مسببات أمراض لا إحنا ما بنعملش خلق الخلق لله وحده إنما إحنا بنعمل عملية إكثار أو عملية تربية أو عملية أقلمة أو عملية استيراد أو عملية نشر لهذه الأعداء الحيوية في الطبيعة بشوف أنا عندي الآفة اللي موجودة فيه المكان نوعها إيه وأبدأ أشوف الأعداء الحيوية المناسبة للتطفل عليها أو الافتراسة وأبدأ أعمل لها عملية إكثار في المعمل وتربية وبعد كده بعمل على عملية نشر أو إطلاق في الطبيعة وبالتالي بقلل من خطورة الآفات المختلفة في الطبيعة عناصر المكافحة الحيوية التطفل وحدرس يعني تطفل وأنواع التطفل تطفل على البيض داخلي وخارجي وعلى يعركات أيضا داخلي وخارجي وعلى العزارة وأيضا على الحشرات الكاملة وبعد كده بادرس الافتراس وبأخذ أمثلة للمفترسات وبعد كده بأخذ مسببات الأمراض المختلفة سواء كانت بكتيريا أو فطريات أو فيروسات وبعد كده بأخذ من طرق المكافحة الحيوية أيضا الطيور المختلفة اللي بتتغذى على الآفات الحشرية بعد كده بادرس التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في المكافحة كلمة تكنولوجيا حديثة يعني وسائل وطرق حديثة تم استحداثها لمكافحة الآفات نظرا لأن الطرق التقليدية أو الترديشنال ميسود زي ما احنا بنقول أصبحت غير كافية للسيطرة أو مكافحة أو الحد من خطورة الآفات الحشرية بدرس منها استخدام البكتيريا الممرضة استخدام النماتودة الممرضة للحشرات أيضا بدرس منها استخدام منظمات النمو وهرمونات الانسلاخ باخد منها بداء للمبيدات وحنعرف مميزات استخدام بداء للمبيدات الآمنة لمكافحة الحشرات وأمثلة لبداء للمبيدات وحدرس أيضا من ضمن الطرق الحديثة في المكافحة استخدام نظام الإنذار المبكر والاستشعار عن بعد وبدرس أيضا زراعة الأصناف المقاومة وأيضا بدرس حاجة اسمها التسميد الأخضر والتسميد الأخضر ببساطة مقصود به أن أنا بزرع محصول وخصوصا المحاصيل الباكلية وبعد ما بينمو لطور معين من أطوار النمو ببدأ أعمله عملية حرط وتقليب فيه التربة ده بيزود من خصوبة التربة وبيجمع الآفات عليه وبالتالي أثناء إجراء عملية الحرط بيؤدي إلى هلاك معظم الآفات الحشرية اللي موجودة في الأرض بدرس بعد كده في الباب التالت اللي هي المكافحة الكيموية المكافحة الكيموية مقصود بيها أن أنا بستخدم مادة كيموية أو مخلوط من أكثر من مادة كيموية في القضاء على الآفات الضارة أو تقليل نسبة الإصابة بها ويجعلها دون وصولها أو الحد من وصولها لمستوى ضرر الاقتصادي بدرس في المكافحة الكيموية يعني إيه مهلك حشري هو أي مادة كيموية أو مخلوط من أكثر من مادة تستخدم بواسطة الإنسان في مكافحة الآفات أو تقليل ضررها بدرس أيضا إيه هي شروط الواجب توفرها في المبيد الحشري الجيد وبدأ أدرس أيضا تقسيم المبيدات الحشرية أو المهلكات الحشرية لأكثر من قسم أول قسم بناخده على حسب طريقة دخولها جسم الآفة في عندي سموم معادية في عندي سموم بالملامسة في عندي غازات وادخنة في عندي مواد جازبة وأيضا مواد طاردة أقسام مختلفة على حسب طريقة دخولها جسم الآفة وبدرس أيضا على حسب طريقة تأثيرها على الآفة في مبيدات أو مواد بتؤثر بخواصها الطبيعية في مبيدات بتؤثر على بروتوبلازم خلايا الآفة نفسها وفي أيضا سموم عصبية وفي أيضا سموم تنفسية وببدأ أدرس المبيدات أيضا من حيث تركيبها الكيماوي في عندي أملاح غير عضوية وفي عندي مواد عضوية بتبقى مستخرجة من النبات يعني أنا بجيب المادة الفعالة في النبات وبعمل لها عملية استخلاص وبعد كده بعمل لها عملية تصنيع كمبيد حشري أو بنقول لها عملية فروميوليشن كمبيد حشري وببدأ أبيعها كمستحضر تجاري آمن لأنه هو مستخرج من النبات يعني غير كيماوي أمثلة عندي كثيرة جدا زي النيكوتين المستخرج من أوراق نبات الدخان وأيضا البيريسرين المستخرج من ظهرة نبات البيريسرام وأيضا الروتينون وده بيستخرج من جزور نبات اسمه نبات الدريس أيضا من ضمن الأقسام المواد العضوية الصناعية زي النيتروفينولات وأيضا الزيوت المعدنية وحدرس أنواع الزيوت المعدنية سواء كان زيوت بيترولية أو قطرانية أو زيوت طيارة أو زيوت نباتية وبدرس أيضا كيفية تأثير الزيت المعدني على الآفة سواء على قفل الصغور التنفسية للآفة أو أنه بيعمل على ليونة قشرة البيض بتاعة الحشرات وبالتالي لا يحدث فقص للبيض أو بنقول عليها الهاتشنج أو أيضا أنه بيعمل على خفض التوتر السطحي لغشاء الماء وبالتالي بيعمل طبقة بتمنع وصول الأكسوجين للآفات اللي بتعيش في المياه بأدرس بعد كده كيفية تأثير المبادات الحشرية على الآفات سواء كانت مبادات عصبية أو مبادات بالملامسة أو غازات وأدخنة وأيضا ببدأ أتطرق في دراسة المواد المساعدة اللي بيتم إضافتها للمهلك الحشري لزيادة فعالياته أو لتقليل ضرره على النبات أو لزيادة بقاءه لفترة طويلة على النبات منها المواد المستحلبة والمواد المساعدة زي المواد المبللة والناشرة أو المواد اللاصقة أو المواد الموازنة أو المواد المنشطة كل دي تبقى مواد مساعدة بيتضاف لمستحضر المبيد لزيادة فعالياته وبقاءه لفترة طويلة على النبات وأيضا بتطرق في الدراسة للأثار السلبية لاستخدام المبيدات الكيموية أو المبيدات الحشرية الضره وأيضا كيفية إجراء الإسعافات الأولية للشخص المصاب أو المعرض للتسمم بالمبيدات طبعا أنا مش طبيب ولا أنا مسعف لا أنا بعمل عملية إسعاف أولي لحين التدخل الطبي أو طلب المساعدة الطبية أو الاتصال بالإسعاف وأيضا بدرس مخاليط المبيدات وكلمة مخلوط يعني مادة كيموية مخلوطة بمادة كيموية أخرى الهدف منها زيادة تأثير المبيد أو إن أنا ممكن أجري عملية مكافحة لأكثر من آفة في آن واحد يعني في نفس الوقت يعني أنا لو عندي إصابة بحشرة زوالتكم دودة ورق الكط وعندي إصابة بالمن بعمل عملية خلط في آلة الرش لمبيدين مختلفين ولكن في شروط لإجراء عملية الخلط وفي مميزات وعيوب لعملية الخلط حدرسها إن شاء الله في الحلقات المقبلة بالتفصيل بإذن الله ببدأ أدرس بعد كده الباب الثالث اللي هي المكافحة الكيموية وهي حاخد منها عمليات الرش وعمليات التعفير مقصود بعملية الرش إن أنا بستخدم مستحضرات المبيدات السائلة على صورة رزاز أو صورة سائلة للمبيدات وبالتالي بعمل عملية نشر للمبيد على أكبر قدر ممكن أو على أكبر مساحة ممكنة من المساحة الزراعية وبالتالي بقلل من أول حاجة من التأثير السام للمركب الكيموية على النبات المعامل ونشر المبيد في أكبر مساحة ممكنة ولكن عملية الرش بتستلزم وجود الماء وبتستلزم إن المبيد يكون في صورة سائلة وحدرس إيه هي الشروط الواجب مراعاتها لنجاح عملية الرش مش أي وقت أرش فيه يعني وقت الحرارة العالية أو عطش النبات أو وقت الإزهار للنبات أو سقوط الأمطار ده يمنع فيها عملية الرش منعا باتا وبدرس برضو إزاي أعمل عملية صيانة لآلة الرش وإيه هي الآلة المناسبة للمساحة اللي عندي ما ينفعش مثلا أرش مساحة واسعة باستخدام الرشاشة الظهرية أو الرشاشة اليدوية ده مضيعة للوقت لازم أستخدم الآلة المناسبة للمساحة المناسبة واستخدم المبيد المناسب للآفة المناسبة واستخدم التركيز المناسب من المبيد على حسب نسبة الإصابة اللي عندي وعلى حسب كمية الماء المضافة للمبيد أي خلل في كل الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي بيؤدي إلى فشل تام لعملية الرش وبالتالي إما خسارة مادية أو خسارة في المحصول اللي عندي أو خسارة صحية للشخص القائم بإجراء عملية الرش يبقى لابد من اتباع الشروط اللازمة لنجاح عملية الرش لتفادي كل هذه العيوب طبعا الشروط الواجبة قلناها وبعد كده عملية التعفير عملية التعفير يعني أنا بستخدم المبيد الحشري في صورة مسحوق يعني في صورة صلبة سواء كان صورة مسحيق على هيئة مسحوق أو على هيئة معلقات أي أن كان نوع المعلق اللي عندي المسحوق ده بيبقى في صورة حبيبات صغيرة في الحجم أو حبيبات كبيرة في الحجم ولكن المبيد لابد أن يكون في صورة صلبة وفي شروط أيضا لابد من اتباعها لنجاح عملية التعفير أهمها إجراء عملية التعفير في الصباح الباكر وده بيزود من فعالية عملية التعفير لأنه ده بيعمل على التصاق المسحوق المبيد بأوراق النبات وبالتالي بقاءه لفترة طويلة على السطح المعامل وبدرس مقارنة بين عملية الراشة وأيضا عملية التعفير وباللاحظ من خلال المقارنة دي أنه بيفضل دائما الاستعانة بإجراء عملية الراشة عن عملية التعفير بعد كده ببدأ أتطرق في الدراسة في الباب الثالث للمكافحة الحديثة المكافحة الحديثة يعني وسائل حديثة في عملية المكافحة من ضمنها الاعتماد على استخدام المواد التاردة دي بتبع عبارة عن مواد زي زيت السترونيلا مثلا دي ما بتقتلش الآفة لا دي بتطردها من المكان أو بتعمل على إبعادها من المكان وفي أيضا عكسها المواد الجاذبة المواد الجاذبة دي بتجذب الآفة لمكان محدد وخصوصا المصاد وبالتالي بتخلص منها بعد كده بطرق القتل المختلفة للآفات في مانعات التغذية مانعات التغذية دي بتوقف من عملية تغذية الآفة على العائل أو على النبات المزروع وبالتالي بتفادى حدوث الخسائر المختلفة للآفات مانعات الانسلاخ احنا طبعا خدنا بيولوجي في سنة تانية وكنا بناخد بيولوجي حشرات وخدنا فيه عملية الانسلاخ عملية الانسلاخ مقصود بها تغيير الجلد طبعا انتوا عارفين انه الهيكل الداعم لجسم الآفة هو هيكل خارجي يعني ملهاش هيكل داخلي زينا كده اللي هو الهيكل العظمي لا الهيكل الخارجي لها بيكون هو هيكل خارجي من مادة القيتين او مادة الشيطين ده بتدقى مادة صلبة زي الضافر بتاع ايدنا كده والمادة دي علشان الآفة او الحشرة تنمو في الحجم لابد من التخلص من الجلد القديم بجلد اوسع او بجلد اكبر لحدوث عملية النمو عملية التخلص من الجلد القديم والخروج بجلد اخر جديد بنسميها عملية الانسلاخ فانا لو استخدمت مادة تمنع عملية الانسلاخ بتموت الآفة داخل جلدها القديم وبالتالي بقضي على الآفة دون استكمال لدورة حياتها ايضا مصاد الحشرات عندي مصاد كثيرة جدا للحشرات مصاد ضوئية مصاد زجاجية مصاد ازعاج مصاد شفط مصاد مصاد البلقيني كل دي بتبقى مصاد الفورمونات مصاد الجاذبات الجنسية من مصاد الغذائية كل ده انواع مختلفة من المصاد بدرسها عملي وبدرسها ايضا نظري بدرس نظرية القائمة او تم تصنيع على اساسها هذه المصادة بدرس بعد كده الفورمونات الفورمونات دي الفورمونات عبارة عن مواد كيموية بتصدرها الآفة لتلات اغراض الغرض الاول في اغراض التزاوج بنقول عليها فورمونات جنسية اللي هي جذب احد الجنسين الى الاخر وعلى اساس هذه الفورمونات الجنسية تم تصنيع المصاد الجاذبة الجنسية ايضا من انواع الفورمونات فورمونات التجمع يعني الحشرات اثناء موسم الهجرة بتصدر هذا الفورمون وبالتالي بتتجمع مع بعضها وبتكون سرب ببواته هاجر من دولة الى اخرى او من مكان الى اخر والمثال اللي عندنا الجراد الصحراوي عنده هجراته من اماكن تكاثره الى اماكن تغذيته وحدوث الاضرار اللي بيسببها الجراد الصحراوي ايضا من ضمن الفورمونات فورمونات اقتفاء الاسر يعني التتبع الاسر زي النمل انتو بتشوفوا ان النمل بيسير او بيمشي في خط وراء بعضه كده دي بتبقى الرجل الخلفية للنملة بتفرز هذا الفورمون وبالتالي النمل كله بتلاقيه بيمشي وراء بعضه زي جيش النمل حتى احنا بنسميه جيش نظرا لانتظام حركة السير المستخلصات النباتية من ضمن ايضا الوسائل الحديثة في المكافحة زي ما انا قلت لكم من شوية نستخلص المادة الفعالة وبنعملها في صورة مستحضر تجاري وبنبدأ نرشها على النبات بديلا عن المركب الكيميائي الضار ايضا المبيدات المايكروبية المبيد المايكروبي مقصود بيه ان انا بستخدم كائنات حية في صورة مبيد رشا على المحاصيل المصابة بالافات المختلفة يعني بستخدم كائنات حية دقيقة بعمل لها مستحضر تجاري زي البكتيريا زي الفطريات زي الفيروس ايا كان المستحضر التجاري اللي عندي وببدأ اعمله عملية رش والكائنات الحية دي بتتكاثر ذاتيا لانها كان حية فبيحدث بالتكاثر ذاتي وبالتالي اعدادها بتزيد بتعتبر اعداء حيوية للافة اللي موجودة عندي ولها مميزات هندرسها بالتفصيل وايضا في صعوبات في تصنيع وانتاج المبيدات المايكروبية ايضا بدرسها بالتفصيل ان شاء الله الجزء الاخير في الباب التالت اللي هي المكافحة المتكاملة او بنقول عليها الادارة المتكاملة لمكافحة الافات اللي هم بيختصروها بالاي بي ام او انتجريتد بيست مناجمنت المكافحة المتكاملة باختصار مقصود بيها لاستخدام المتوازن لكل الطرق الزراعية والتشريعية والبيولوجية والكيموية التي تتوافق مع البيئة واللي بتبقى مقبولة اجتماعيا ولها جدوى اقتصادية من اجل خفض اعداد الافة دون مستوى الضرر الاقتصادي وعندي خطوات المكافحة المتكاملة الوسائل الوقائية التتبع والسكشاف تقييم اوضاع الافة وتحديد وسائل المكافحة المختلفة بعد كده ببدأ ادرس الوحدة التالتة والاخيرة في المنهج اللي هي الحشرات الضارة ذات الاهمية الاقتصادية هاخد في الباب الاول الحشرات الضارة المختلفة هدرس منها اول حاجة الحشرات العامة زي عندي اربع حشرات عامة عندي في المنهج اللي هو الجراد بانواع المختلفة انا عندي تلات انواع من الجراد الجراد الصحراوي جراد الروسي او المستوطن وجراد المصري اللي هم تلات انواع اللي موجودين عندي التلاتة دول بيبقى كل نوع لدورة حياة وايضا لوضع تقسيمي وايضا بدرسه من حيث مظهر الاصابة والضرر ووسائل المكافحة المختلفة ايضا النطات وحدرس الفرق بين النطاتات وبين الجراد وحدرس اماكن تقاسر الجراد لان الجراد ده بيجرد الارض من الغطاء الاخضر الموجودة عليه مما يؤدي الى حدوث مجاعة في الدولة اللي بيهاجر لها ولذلك الدول بتكافح الجراد في اماكن تقاسره قبل ان يهاجر يعني مثلا هو الجراد اللي بيجيلي من مصر بيجيلي من ثلاث مناطق من اليمن وشبه الجزيرة العربية من السودان شرق السودان والحبشة وغرب السودان والصحراء الكبرى يبقى الثلاث مناطق دول لو انا عرفت انه فيها اماكن لتقاسر الجراد لابد من ارسال فرق مكافحة من عندي انا من مصر لمكافحة الجراد في اماكن تقاسره قبل ان يشكل سرب ويهاجر ويحدث لي مشاكل خطيرة جدا في المحاصيل الزراعية اللي موجودة عندي ايضا من ضمن الحشرات العامة الحفار والدودة القردة نتطرق في الدراسة ايضا للحشرات اللي بتصيب محاصيل الحقل كل محصول من محاصيل الحقل بيصاب بافات مختلفة زي افات الكطن هناخد افات الكطن اللي بتصيبه في طور البادرة والافات اللي بتصيب الكطن في طور النمو الخضري وافات الكطن اللي بتصيبه في طور النمو الزهري والثمر اللي هي طبعا ديدان اللوز ويبق بزرة الكطن ايضا هناخد الحشرات اللي بتصيب المحاصيل الناجلية زي الزرا من ضمنها طبعا أشهر حاجة على الزرة اللي هي الساقبات اللي هي دودة القصب الصغيرة دودة القصب الكبيرة ودودة الزرة الأوروبية والقصب أيضا بيصاب بالساقبات وبقي القصب الدقيقي والجعل الأسود أو جعل زوء الظهر الجامد وأيضا الأرز وأشهر حشرة بتصيب الأرز اللي هو هاموش الأرز أو بنقول عليه الدودة الدموية وأيضا القمح وأشهر آفة بتصيب القمح اللي هو تريبس القمح ودبور الحنطة المنشاري أنا بدرس الآفات دي أعزائي الطلبة والطالبات من حيث الوضع التقسيمي ولما أقولك وضع تقسيمي يبقى مقصود به اسم الرتبة الحشرية الرتب اللي أنا درستها في سنة تانية في بيولوجي سنة تانية اللي هي بنقسم الحشرات لرتب وأقسام مختلفة على حسب شكل ونوع ووظيفة الجناح شكل ونوع ووظيفة الجناح عندي رتبة الحشرات حرشفية الأجنحة نصفية الأجنحة متشابهة الأجنحة غشائية الأجنحة غمدية الأجنحة ذات الجناحين نصفية الأجنحة كل دي بتبقى رتب للحشرات المختلفة أيضا بدرسها من حيث الطور الدار يعني الطور الحشر اللي بيسبب أعراض إصابة على النبات أيضا بدرسها من حيث نوع أجزاء الفم وأنا درست نوع أجزاء الفم في مادة البيولوجي اللي هو الساقب الماص والساقب واللاعق والقارض اللاعق وأيضا النوع القارض كل دي بتبقى أنواع مختلفة لأجزاء الفم طب أنا بدرسها ليه؟ لأنه على حسب نوع أجزاء الفم بحدد أعراض الإصابة وأيضا بحدد نوع المبيد المستخدم في طرق المكافحة المختلفة أيضا بدرسها من حيث عدد الأجيال والعوائل اللي بتصيبها هذه الأفات الحشرية يبدأ مع بعض كده الأربع حاجات أو الخامس حاجات دول بقول عليهم الوضع التقسيمي أيضا بدرس الأفات دي من حيث دورة الحياة لحد الاقتصاد الحرج أعراض الإصابة وطرق المكافحة المختلفة بتطرق في الدراسة بعد كده في الباب الأول في الوحدة الثالثة للمحاصيل أو الأفات اللي بتصيب المحاصيل الباكلية من ضمنها الأفات اللي بتصيب البرسيم وأشهر حاجة صوصة أوراق البرسيم وصوصة جزير البرسيم وآفات الفول اللي هي زبابة أوراق الفول أو ناخرات أوراق الفول بعد كده ببدأ أدرس آخر حاجة في الترم الأول أو في الفصل الدراسي الأول اللي هي الآفات الحشرية اللي بتصيب الحبوب والبزور المخزونة دي طبعا بتشمل كل أنواع السوس وكل أنواع الخنافس وإن شاء الله نركز على الآفات دي لأنه ممكن حضرتك تكون اتبعت كل طرق المكافحة في الحقل وأثناء عملية التخزين الغير جيد أدى ذلك لانتشار الآفات الحشرية في المخزن أو أن انت خزنت المحصول في مخزن غير مطابق للمواصفات والمخزن ده بيكون مصاب بآفات حشرية ممكن في نهاية الموسم أو في نهاية مدة التخزين تفاجأ أن المحصول حصل فيه تلف وخسارة بنسبة خطيرة جدا تؤدي لحدوث خسائر للتاجر أو للمزارة بعد كده بندرس في الوحدة الثالثة أيضا في الباب الأول الحشرات اللي بتصيب الحاصلات البستيانية هناخدها الحشرات اللي بتصيب أشجار الفكهة الحشرات اللي بتصيب نباتات الخضر وأيضا نباتات الزينة يعني أشجار الفكهة والخضر وأيضا الزينة هناخد فيه أشجار الفكهة أول حاجة الآفات اللي بتصيب أشجار الموالح الحشر القشرية السوداء والحمراء وحشرة الموالح الأرجوانية وحشرة الحلوات المحارية والبق الدقيق الأسترالي والبق الدقيق المصري وزبابة الفكهة وبق الموالح الدقيقي وناخرات أوراق الموالح كل دي بتصيب أشجار الموالح طيب فيه آفات بتصيب المانجو اللي هي بق الهيبسكاس الدقيقي والأفات اللي بتصيب النخيل صوصة النخيل الحمراء ودي أجزي النخيل دائفة خطيرة جدا ودودة البالح أو دبور البالح الأحمر ودودة البالح العمري وحشرة النخيل القشرية الرخوة أو الحشرة الحمراء وحنأخذ أيضا الأفات الحشرية اللي بتصيب الموز اللي هو من الموز اللي بينقل مرض خطير جدا لأشجار الموز في مصر وفي الدول المختلفة اللي هو فيروس تورد القمة في الموز وبالتالي هو ناقل للمرض وليس مسبب للمرض هو آفة حشرية بتنقل المرض بعد كده ببدأ أدرس أيضا في الوحدة الثالثة في الباب الأول الآفات الحشرية اللي بتصيب أشجار التين من ضمنها حشرة التين القشرية الفنجانية حشرة التين الشمعية وأشجار اللي بتصيب العنب الآفات اللي بتصيب أشجار العنب هاخد منها دودة سمار العنب دي أفا خطيرة وبقي العنب الدقيقي وتربس العنب وأيضا بدرس الآفات اللي بتصيب أشجار رمان هاخد منها دودة سمار الرومان ومن الرومان أو بنقول عليه من الدورانتا بعد كده بدرس العفات الحشرية اللي بتصيب أشجار الحلويات باخد منها من التفاح الزغبي أو الصوفي وأنواع الجعال المختلفة اللي هو جوال الخوخ وجوال الورد الزغبي وجوال الورد الزمرودي وأيضا بدرس حفار ساق التفاح وحفار ساق التفاح رائق الأجنحة وآخر حاجة فيه أشجار الفكهة اللي هي الآفات اللي بتصيب أشجار الزيتون اللي هي زبابة سمار الزيتون بعد كده بدرس آفات الحشرية اللي بتصيب نباتات الخضر أو محاصيل الخضر بدرس كعائلات لحدرس الآفات اللي بتصيب نباتات الخضر التابعة للعائلة القرعية من ضمنها حشرة قنفساء القساء والقنفساء الحمراء وبدرس الحشرات اللي بتصيب العائلة البازنجانية من ضمنها فراش الدرانات البطاطس ودي آفة خطيرة جدا لمحصول البطاطس في مصر وحفار ساق البازنجان والآفات الحشرية اللي بتصيب نباتات الخضر التابعة للعائلة الصليبية حدرس منها من الصليبيات أو من الكرومب وآبو دقيق الكرومب والخنفساء البرغوسية بعد كده بدرس الآفات الحشرية اللي بتصيب نباتات الخضر التابعة للعائلة الباقولية حدرس منها دودة كورون اللوبيا وزبابة الفاصولية وبعد كده بدرس الآفات الحشرية اللي بتصيب نباتات الخضر التابعة للعائلة الخبازية حاخد منها آفة واحدة بس اللي هو آبو دقيق الخبازي بعد كده بدرس في الوحدة التالتة والاخيرة اللي هو الحشرات الضارة بنباتات الزينة بدرس منها من الورد وبق الهيبسكس الدقيقي وانواع الجعال التلاتة اللي قلتلكوا عليها اللي هو جعل الخوخ و جعل الورد الزمرودي و جعل الورد الزغبي وايضا الحشرات القشرية وبعد كده بتطرق بالدراسة عزاء الطلبة والطالبات للافات الحشرية اللي بتصيب الاشجار الخشبية في عندي حاخد منها خنافس القلف و ساقبة الافرع وحفارات الساق من ضمنها حفار ساق الصند وحفار ساق اللبخ وحفار ساق العبل وايضا النمل الابيض كآفة خطيرة جدا للاشجار الخشبية سواء الاشجار الخشبية الحية او الاخشاب المقطوعة المشونة في مغالق الاخشاب بعد كده بدرس في الوحدة التالتة والاخيرة الباب التاني اللي هو الحشرات الطبية و البيطرية هناخد منها الحشرات الضارة بالانسان و الحيوان يعني اللي بتصيب الانسان من ضمنها حقد الزبابة المنزلية والامراض الخطيرة اللي بتنقلها الزبابة المنزلية للانسان البعود الحقيقي و انواع البعود والوضع التقسيمي و دورة الحياة و اعراض اهم الامراض اللي بينالها البعود للانسان وايضا طرق المكافحة المختلفة سواء كانت خارج المنازل او داخل المنازل و بعد كده بدرس قامل الانسان و اخطر مرض بيسببه للانسان اللي هو مرض التيفوس و ايضا قامل الحمام و بق الفراش و ايضا البراغيس و بدرس بعد كده عائلة النغف من ضمنها نغف الانف الغنم و نغف جلد البقر و بدرس بعد كده الصراصير و خطورتها و الامراض اللي بتسببها للانسان او اللي بتنقلها للانسان و اخر حاجة في الحشرات الضارة بالانسان و الحيوان زبابة خطيرة جدا بسميها زبابة مصر او زبابة التبانة و بعد كده بدرس التدريبات العملية الخاصة بالباب الثالث الوحدة الثالثة و الاخيرة بياخد فيها الباب الاخير اللي هي الافات الحيوانية يعني الافات الغير حشرية من ضمنها بدرس القوارض اللي هي الفقران بادرس انواعها و اضرارها على المحاصيل و على ممتلكات الانسان و بابدأ ادرس بعد كده الخفافيش و اهم الامراض اللي بتنقلها للانسان و بادرس بعد كده الكراد او فاش الطيور اللي احنا بنقول عليه الكراد اللين و العضرار اللي بيسببها للطيور المختلفة سواء كانت الدواجن او الحمام بعد كده بادرس الاكروسات الاكروسات النباتية والاكروسات الحيوانية وبعد كده بابدأ ادرس النماتودة وبعد كده بادرس القواقع والبزقات اللي انا بقول عليها الرخويات و اضرارها و طرق مكافحتها وايضا بادرس الطيور والاهمية الاكتصادية للطيور احديكم في عجالة المهارات العملية اللي مقررة عليكم اللي هي مهارة تحضير محلول الرش والخطوات العمل طبعا هناخدها بالتفصيل وايضا مهارة تحضير الطعم السام من فوسفيد الزنك لمكافحة الحفار والمهارة التالتة والاخيرة اللي هي مهارة استعمال احد الات الرش والتعفير ومن ضمن ايضا جزء العملي اللي هي تعرف على الشرائح ويتعرف على اربع نمازج حشرية مختلفة بكده اعزائي الطلبة و الطالبات نكون تناولنا ابواب ووحدات المنهج للافات الزراعية المختلفة قلنا هم تلات وحدات رئيسية وابواب مختلفة للمنهج سواء وحدات اساسية بنعرفك يعني ايه قافة ويعني ايه تعمل عملية مكافحة وبعد كده بندرس مظاهر الاصابة بالعفات الحشرية لمحاصيل الحقل وليه اشجار الفاكهة وليه نباتات الخضر ونباتات الزينة والاشجار الخشبية وبعد كده في الوحدة التالتة والاخيرة بندرس العفات الطبية والبيطرية وايضا العفات الغير حشرية اللي احنا بنقول عليها العفات الحيوانية بكده اعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على امل انتقي بكم في حلقات مقبلة باذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته